رغم الهدنة الدولية المعلنة في منتصف ديسمبر الماضي إلا أن قذائف ميليشيا الحوثي لا تزال تتساقط على منازل المواطنين في ريف الحديدة المصادر المحلية أكدت تدمر عدة منازل منها منزل المواطن عبدالله الحداد نتيجة السقوط قذيفة حوثية على مديرية التحيطة وفي مديرية حيس قصفت ميليشيا الحوثي بكثافة منازل المواطنين ومواقع لقوات العمالقة مستخدمة قذائف الهون وقالت مصادر عسكرية في العمالقة بأن الحوثي قصف بشكل عشوائي وهستيري مناطق ماهولة ما ألحق أضرارا نفسية بسكان وكبيرة في المنازل وهو ما يؤكد إصرار ميليشيا الحوثي على الاستمرار في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة خلية التنسيق في مركز العمليات بمحور الحديدة التابع للجيش رصدت أربعمائة وأربعة وستين خرقا ارتكبته ميليشيا الحوثي منذ الثامن عشر من ديسمبر الماضي وحتى التاسع من ينائر لجاري وقد أدت تلك الخروقات وفق تقارير خلية التنسيق إلى استشهاد سبعة وثلاثين مواطنا وإصابة أكثر من ثلاثمائة آخرين يمثل القصف الحوثي على المنازل والسكان بحسب مراقبين انتهاكا واضحا لاتفاق إطلاق النار الذي تشرف عليه لجنة المراقبة الأممية المنبثقة عن اتفاق سوكهولم كما أن هذه الخروقات المستمرة تشكل تهديدا للهدنة الأممية وتنذر بفشل مبكر لجولة المشاورات المقبلة ترجمة نانسي قنقر